أتاكم خطنا حبا وودا نطرزه بأنواع الودادي زكي العطر صاف الروح عاذبا كماء المزن يسقي كل وادي مشاهدين الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائلي على قناة الأنيس الفضائية إن شاء الله يا ربي المواضيع التي نطرحها في هذا البرنامج تكونوا استفدتوا منها بحول الله تعالى دائما أذكركم أن البرنامج يفتح لكم الفرصة أن ترسلونا رسائلكم اليوم راح نتحدث عن موضوع جد مهم يعني المواضيع دائما التي تطرح هي مواضيع مهمة وكي الموضوع يعني يتفاوت من موضوع إلى آخر نحن نتحدث عن المرأة المطلقة نعم المرأة المطلقة اليوم في مجتمعنا كيم بزاف يقول لك أنا في 2020 وأنا في عصر التطور وأنا في عصر التكنولوجيا ويعني طورنا شوية في التفكير نعم هذا الأمور يعني ما تكونش موجودة أو هذا التفكير ما يكونش موجود لكن للأسف ما زالت هذه المعتقدات وما زالت هذه العادات وما زالت هذه النظرة للمرأة المطلقة حنا إذا قلنا بلي ربي سبحانه شرع الزواج كما شرع الزواج وجعل أنه المرأة والرجل يلتقيان يعني في بيت أو يجتمعان في بيت واحد يعني في الحلال فأيضا يعني حل لربي سبحانه الطلاق وجعل أنه الطلاق هو أبغض الحلال يعني الطلاق ليس حرام وليس عيد مدى مربي سبحانه يعني جعل للزوجين هاته ممكن يعني أعطالهم الطلاق فهو يعني كآخر فرصة لهم أو ممكن يعني يوصلوا إلى طريق مزدود ما يقدروش يوصلوا مع بعضهم لذلك عليهم أن يفترقوا يعني في جو يعني من التراضي بإحسان وما إلى غير ذلك لأنه إحنا لما نقولوا الطلاق دائما عندنا ذيك النظر أنه خلاص المرأة طلقت تكشغل صار لها مشكل كبير مع الزوجة التاحة وصارت ممكن فتنة والزوج يعني أسأليها والزوجة أسأت للزوجة التاحة وتطلقوا وكان يعني ممكن قصص كثيرة تقول أنه كان في بعض الأحيان الزوج والزوجة يلجأان إلى الطلاق لأنه ما قدروش ممكن يعني يعيشوا مع بعض أو ما قدروش يتكيفوا مع بعض أو ممكن شخصية تاحة يعني لم تكملها بعضهما البعض وشافوا أنه لما راح يعيشوا أو يكملوا في هذه الحياة راح يظلموا ممكن الأولاد تاحهم فقرروا يعني الانفصال يعني كم يقول لك برحمة ربي إذن قلت نظرة المجتمع للمرأة المطلقة لا نكذب على أنفسنا وما نهربوش من الواقع لما الآن نشوفوا أنه مرأة مطلقة في المجتمع دائما ما يشار إليها بالبنان البنان هذه طلقت علش طلقت بين بليك ما صار لها حاجة أو عملت شي يعني نقع يقع ممكن المشكل ويقع الهم ويتقع تلك يعني سوء الظنون في المرأة المطلقة يعني ما يشوفوش ممكن الجانب الإيجابي أو الجانب المشرق لطلاق هاته المرأة يشوفو أنها خلاص سيارة هي ممكن عالة على المجتمع حتى المجتمع ما يقدرش يتعامل معها أو حتى ممكن من يطمع فيها من الذئاب البشرية يعني مدام هذه مرأة راهي متطلقة خلاص تقدر الدير كل شي يعني ولا واحد روي يحكم فيها ممكن حتى خرجت يعني من تحت وصاية الوالد التاحة نروح ونشوفو يعني الأخطر من ذلك من نظرة المجتمع يعني نظرة المجتمع راهي كارثية للمرأة المطلقة نشوفو إلى نظرة الأهل والمحيطين بها وهي النظرة التي تهمها المرأة المطلقة بحد ذاتها الأهل لو تشوف أنه عنده مثلا مرأة مطلقة في المنزل يشوف بالليرة وعنده حاجة يعني ممكن عبء كبير في المنزل التاعه الوالد الأخ حتى الأخ يعني بتصرفاته مع الأختتها وممكن يعني يرجحها خديمة وممكن يحاول أنه يذلها بطريقة ما يتصرف معها بخشونة يعني في الطالعة والنازلة يعني وكما يقولها السوري يعني يحاول أنه وزع ما يسمحها كلامه شي مليح وانتي طلقتي وعلى بها طلقي كراجك وإحنا رانا خلاص مقدرناش يعني نشوفوك هنايا حتى يعني الأب يشوف النظرة ممكن يعني ما نهربوش من حقيقة أنه صح الأب والأم يعني يخموا على بنتهم خصوصا إذا كانت مطلقة ويكبر لي خلاص أنا يعني هذه الحياة مانيش راح نخلط فيها ولانا بنتي لما ترجع للبيت كيف شو نحن خليها فهذه هي يعني النظرة اللي راه هي يعني ممكن مسيطرة على عقول الأولياء التاعنا كيما يقول لك يعني ربي ما يضيعش العباد التاعه اللي يخلقهم فدائما المطلقة كي ترجع لدار الأهل التاحة لبلها بلي راح تعيش ممكن المرار اللي عاشته في دار الزوجة التاحة يعني لبلها لما تروح للأهل التاحة ما يش راح تلقى ممكن هذا الجو اللي راح يساعدها باش تتخطأ الأزمة التاحة فرح يخلقوا لها مجموعة من الأزمات الأخرى ورح يخلقوا لها ضغوطات نفسية يخلوها تحس أنه هي عالة كما قلت يخلوها تحس أنه هي راح يسببت له مشكل كبير جدا كين بزاف اللي وصل بهم الطريق أنه مخرجوا طريق يعني من الأسف ورحوا يعني تخذوا ممكن سبل أخرى فقط هروبا من الضغوطات اللي عايشينها في الدار كين أيضا من قامت يعني بالانتحار لأنه خلاص تحطمت حياتها مع الزوجة التاحة وجات للبيت الأهل التاحة يعني خلاص ما كانت عندها تلك الحياة التي ترغب فيها يعني كل شي فقداته فقدت الزوج زي تفقد الأهل التاحة فوضعت حدا لحياتها وكين اللي يلقاوا صح الأهل التاحهم في سندهم يلقاوا الأهل التاحهم في كتافهم وعاونوهم وتخطاوا هذه المرحلة لمروا بها ويعني يعادي جدا أيضا نحن حبينا نوضح نقطة مهمة جدا هي خجل الأهل لما يسمع تقول البنت تتعوى مثلا أنا يا أبي أو يا أمي تجي الوالدين أنا خلاص أني منش قادرنا نزيد نكمل مع هذا الإنسان وراني حب يعني نفترقه دكا يعني كما يقول لك يعني حد ما قال الحد نفترقه كما يقول لك في الحلال ومفترقه يعني بالتراضي أحسن ما تروح الأمور للأمور إلى مجرأ آخر فنشوفوا الوالد كشغل يعني يقف ضد البنت تتعوى يقولها كشغل تريحي ثم ما تجينيش أنا من قبلكش تجيل عندي هنا للدار فيخليها تعيش ممكن مذلولة أو تعيش غصبا عنها في بيتها الزوجية ولا أنها تجي للدار وتلجأ للوالد التاحة نشوفوا نساء كثيرات الآن رهم يتعرضوا للضرب يتعرضوا للعنف الأسري من طرف أزواجهم وتبقى ساكتها فقط لأنه ما عندها شوين تروح لأنه إذا راحت الوالد تاحة مش رح يقبلها أو ممكن أخوها مش رح يقبلها أنا ما أردت أيضا أن أقوله أنه الطلاق يعني إذا ربي وحصلوا وكتب أنه المرأة طلقت ما نشوفوهاش بالنظرة السلبية يعني كما طلقت هذه المرأة تقدر تعاود تبني حياتها عادي علاش ما تكون ش انتا يا أب أو يا أخ انتا اللي تكون كما يقولك الحضن الدافئ وانتا اللي تكون الملجأ انتا هذه الفتاة تعاود تسطرها تعاود تلمها تعاود ممكن يعني تحاول كيفاش تخطي معاها تلك الضغوطات اللي عاشتها أيضا إذا حكينا ممكن على ما مرت به هذه المرأة المطلقة في يعني من الجانب الآخر مع نفسها المرأة المطلقة الآن لما تريح مع نفسها هل تعتقد أنه مرأة إذا قررت يعني إذا هي قررت الطلاق ستشوفها باللي راهي سعيدة أكيد يعني يعني ديروا حد الدراسات سقسوا بزيف نساء متطلقة تقولهم يعني الليلة الليلة الأولى بعد الطلاق كيفاش تكون يعني يقولك شعور رهيب شعور يعني لا يوصف لذلك احنا ما نحسبوش أنه المرأة لما قررت هذا القرار راهي فرحانه وراهي بكامل ممكن الرضا تتاحها فإذا وصلت إلى هذه المرحلة أعرف جيدا بالأخلاص يعني الطرق أو سبل كامل يعني انسدت في طريقها لا نحكي عن المرأة ممكن الأخرى كيف نقوله طارت وما يش حب الهنى وما يش حب السعادة يعني رقدتنا ضدقة أنا نطلق من نعيش معك تحدث عن المرأة المسكينة هذه الضعيفة فأنت يا سيدتي إذا كنت متطلقة فهذا ليس عيب ومش يحرم وتقدري تعاودي تبني حياتك وتقدري تعاودي تبني نفسك وتروحي عادي تخرجي وتتخالطي مع المجتمع والحاجة اللي لازم تديرها في بالك أنه ما تسمعيش لكلام الناس لأنه الناس راح تشار إليك بالبناء تقول بلي هذه متطلقة ودارت وعملت وفعلت لكن عليك أنت تخلي الكلام يعني وراء ظهرك وتمشي في الطريق اللي راكي انت رسميته والطريق اللي راكي حبته فقلت أنه الطلاق ليس نهاية العالم الطلاق بشي خلاص أنا اطلقت ما شحا نقدر نعود لبنى حياتي بالعكس ممكن الطلاق يعني هو بداية حياة جديدة وبداية أمور أخرى ربي سبحانه راح يعوضنا بها أتاكم خطنا حبا وود عدنا إليكم من جديد ومع رسالة اليوم بحول الله تعالى دائما قلت الرسائل تكون في نفس الموضوع لتحدثنا أعلي ولا بأس أنه يعني ترسلونا ممكن رسائل أخرى حولوا بحول الله تعالى كيفاش يعني نعرضوها في البرنامج طيب رسالة اليوم تقول هذا الشاب يعني هو الذي أرسل هذه الرسالة أردت الزواج بمرأة مطلقة وأنا أعزب ترجمة نانسي قنقر